وعلى تركيز الفارق إذ تجدد الخلاف بين الحارس فوزي شوشي وزميله بن براهم صبيحة الأحد لكن هذه المرة بلغ الأمر إلى حد التشابك بالأيد أمام زملائهم إدارة المولودية سارعت إلى استدعاء الثناء للاستماع إليه واحتواء الأزمة بحكم أن الفارق في غنى عنها بالنظر إلى وضعيته المعقدة وأيضا لأنها ليست المرة الأولى التي يتشاجر فيها اللاعبان وسبق وقوع ذلك في دار باتحاد العاصمة ومنذ ذلك الحين بقيت الأجواء مشحن بينهما الإدارة قررت الضرب بيد من حديد في هذه القضية وقررت تسليط عقوبة مالية عليهم قدرها 50 مليون سنتيم يحدث هذا في وقت ألغى المدرب البرتغالي أرتور جورج الحصة التدريبية التي كانت مقررة صبيحة الاثنين بملحق ملعب خمسة جوليا بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطلت على العاصمة وأثرت على أرضية الميدان واكتفى البرتغالي بعقد اجتماع مع لاعبه تحدث فيه عن أهمية الفوز بالمباراة أمام أمل الأربع وشدد على اللاعب بإرادة طيلة التسعين دقيقة بعدما لاحظ انهيار الفريق في الأشواط الثانية للمباريات التي لعبها سابقا كما يستعد للدفع بحشود صانعا للألعاب لأول مرة لتعويض قاراوي المعاقب آليا مع إمكانية إسنده بزميله هندو الذي لم يلعب منذ رحيل المدرب السابق بوعلام شارف